سنوات عجاف موسيحت فيها حالة استقرار العائلة العراقية التي تجرعت النزوح والتشرد رحلة نزوح قاسية شهدها العراق وملايين من شعبه على مستوى العالم في الفترة ما بين 2014 و2017 ومنذ ذلك الحين تقلصت أعداد النزاحين في أكثر من 150 مخيماً كما توثق وزارة الهجرة إلى عشرات المخيمات مطلع العام الحالي وأعداد وصلت إلى ما يقارب ربع مليون نازح من محافظات شتى ومع لغة الأرقام يدخل فصل الشتاء تزامناً مع استمرار جائحة كورونا ما يقدم توقعات خطيرة لمصير هؤلاء ثم تناقضات تطرح حيث أطراف تدعو إلى إغلاق مخيمات النزوح وهذا قول تعززه وزارة الهجرة أيضاً وهذا يخدم تقليل نفقات الحكومة بينما ترى أطراف أخرى أنه لا يمكن إنهاء معاناة النزحين بإغلاق مخيماتهم سيما أن مصالح سياسيين يقتاتون على ملف النزوح الشائك وقد تغلق بفعل تجهيرها لنفوذ ومصالح في المقابل فإن الأمم المتحدة تدعو إلى عودة طوعية وآمرة وكريمة ما يلزم الحكومة إيجاد واقع ملموس لمتطلبات حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان تقدر مصير أكثر من مائة ألف نازح لتضعهم في قائمة المعاناة وفقدان المأوى إذا أغلقت المخيمات دون تأمين احتياجاتهم الأساسية قرارات ينتظر النازحون أن يرافقها ألية واضحة تضمن لهم مساكن وعودة تتحقق فيها مقومات الحياة الأساسية لعيش كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر